نروح نشوف تصريحاته تصريحات كارلوس كيروش هو اعترف بسوء الأداء أمام نيجيريا وقال عقب المباراة أداءنا في الشوت الأول كان فقير للغاية ولم نكن موجودين على أرضية الملعب أنا عن نفسي سعيد جدا أنه أخير باله من اللقطة دي وأضاف أنه في بداية الشوت الثاني قدمنا أداء طيب من وجهة نزل من خسير ولم يكن هناك سبب لهذا الإخفاق والخسارة أمام نيجيريا هنا لازم نقف لم يكن هناك سبب يعني أسيب الرد لحضراتكم قال كمان لقد خسرنا هذه المباراة ولكن هناك ستة نقاط سنجمحها ونلعب أمام السودان وغينيا ونتأهل للدور القادم هكذا نتمنى جميعا على العموم إحنا لسه عندنا يعني طبعا كلام كتير جدا عن كيروش وعن مباراة الأمس هنتكلم عن الموضوع ده باستفادة فيه تاني وآخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة وهنشوف هنعمل إيه مع غينيا بيساوي يوم السبت الجاي إن شاء الله وبطبيعة الحالة إحنا ما عندناش أي بدير غير الفوز يعني معرفش كيروش وضعه إيه يعني مخطط لإيه هو الراجل جاي ومثبت نفسه إنه هو تم التعاقد معاه عشان الوصول لكاس العالم فبالنسبة له كاس العرب ده كانت تجربة وبالنسبة له أمم أفريقيا دي لابنقضي وقت نايس من الواضح كده ترجمة نانسي قنقر